الى اليمن ووسط خلافات بين القيادات الحوثية العليا والتي وصلت الى تهديد بالاختيالات والتصفيات الامر الذي دفع قوات المقاومة المشتركة بتعزيزات عسكرية كبيرة الى مديرية لتحيتة تمهيدا لعملية عسكرية واسعة تستهدف تحرير مدينة زباد في محافظة الحديدة غربي اليمن التفاصيل من التقرير التالي تصاعدت الخلافات الكبيرة والمعقدة بين القيادات الحوثية العليا وبلغت دروتها ولم تتوقف هذه الخلافات عند المشرفين وقيادات الصفوف الثانية والثالثة بل وصلت الى قيادات الصف الأول متطورة الى مراحل غير مسبوقة تهدد بالتصفيات والاغتيالات وعلى الصعيد الميداني تعزيزات عسكرية للمقاومة المشتركة تمهيدا لتحرير زباد فقوات المقاومة المشتركة قامت بعمليات عسكرية كبيرة في مديرية التحيتة تستهدف تحرير مدينة زباد بمحافظة الحديدة غربية اليمن من الميليشيات الحوثية في ظل سعجها وعلى رأسها ألوية العمالقة بدعم من التحالف العربية الى تنفيذ عمليات واسعة لتحرير مديريات الزباد بمؤازرة تحرك لتحرير مناطق الجاحة والحسنية في بيت الفقية بعدما سيطرت مؤخرا على مديرية التحيتة في غضون ذلك تقوم القوات المشتركة بتطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين في مزارع الفازا والسويق جنوبية غربية مديرية التحيتة وتستهدف القوات من خلال نقل العمليات العسكرية الى المناطق الشرقية لمحافظة الحديدة قطع خطوط امداد الحوثيين ووقف محاولات تسللهم الى الخط الساحلي ألوية العمالقة افشلت عمليات تسلل باسناد من التحالف العربي لمجموعة من الميليشيات الحوثية في مديرية التحيتة على الساحل الغربي للبلاد وذكرت مصادر عسكرية أن العمليات أسفرت عن مقتل 11 مسلحا من المتمردين وعمد مقاتلو الألوية وتمكنوا من تدمير مدفعين للميليشيات خلال قصف على أحد نقاط تمركزهم قرب مديرية التحيتة في محافظة الحديدة وفق ما ذكرت مصادر ميدانية ترجمة نانسي قنقر